طلقت عملية تحريرين والصفحة الثانية قبل أيام من المحور الأول كان من منطقة مخمور بديجا قرى الحاج علي والعمليات الجارية الحمد لله تقدم قوات الأمنية تقدم جيد جدا تم تحرير القسم الأكبر من قرية الحاج علي وتم إجلاء حوالي أربع آلاف مدني من سكان قرى الحاج علي وحوالي ألف من سكان قرية النصر والصلاحية والغالدية وهؤلاء الآن في مقيم النازحين في ديباقة وتمتهي كل المستزمات الإنسانية لهم أنا أعتقد أن داعش بدأت تنهار وانهيارها سريع جدا العمليات نظيفة جدا الحمد لله لم يتم إصابة أي مدني من قبل القوات الأمنية بل كان استقبال القوات الأمنية والحجد العشائري الذي شارك بقوة وهذه أول مرة الحجد العشائري شارك أكثر مرة في القتال لكن هذه أول مرة يشارك الحجد العشائري من أهالي محافظة نينوى من قبائل النينوى في الصف الأول في قتال داعش خسائرنا إلى الآن خسائر طفيفة أو قليلة بمقارة حجم المعركة الجارية الدواعش تعرضوا إلى خسائر كبيرة جدا وصلت إلى أكثر من 120 قتيل أو أكثر من هذا الرقم حسب الإحصاءات الرسمية لدينا الآن تنفتح المحورة الثانية من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين باتجاه نحية القيارة وقضاء الشرقات المحورين سوف يكون إطباق هذا المحورين على محافظة نينوى بالكامل من المحورين أنا أعتقد أنه خلال الأيام القادمة سوف نستطيع أن نسيطر على السحل الشرقي لناحية القيارة من ابتداء من قرى الحاج علي وانتهاء بالزاب الأعلى ومن ثم الانطراق إلى الزاب الأسفل القوات الأمنية اليوم تقدمت من محورة ثانية تقدم أيضا رائع بكل معنى الكلمة القوات الأمنية حقيقة مشهود للقوات الأمنية في القتال الذي جرى قتال شرس أنا أتحدث بكل صراحة قتال شرس في البداية أو اليومين لكن بعده بدأت داعش بالإنهيار بحيث أن ألاف السكان استطاعوا النزوح من تحت قبضة داعش وماطق التي يسيطر عليها داعش إلى القوات الأمنية والقوات الأمنية هيئت لهم مواقع الاستقبال وتم ترحيل هؤلاء إلى مناطق آمنة والآن يجري تدقيقهم من قبل القوات الأمنية الناس الذين نزحوا الآن يترقون كل المساعدات الإنسانية هناك بعض التفاصيل العسكرية لا أود أن أذكرها لأنها تفاصيل خاصة بخطط العسكرية أنا أتيت من بغداد مكلف من دورة رئيس الوزراء بالتعاون مع الأخوة في الموضوع بسبب أني وزير عن نينوى إضافة إلى تطوعي كوزير بالقتال مع القوات الأمنية في الجبهة وسوف أبقى لحين تحرير الجزء أو تحقيق الخطة الموضوعة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أو الأهداف المرسومة لها في الصفحة الثانية للانطلاق إلى تحرير نينوى بالكامل ومركز المحافظة الموصل إن شاء الله